فاليوم طالب مطروع المنطقة العسكرية الأولى القوات الشمالية هل أتاك حديث ميليشيا الانتقال المتصاعد ضد القوات الحكومية في وادي حضر موت ذلك الحديث الذي لم يخلو من الحنصرية والمناطقية والتحريض المستمر ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى وأبناء حضر موت والترويج المستمر له عبر القنوات التابعة للميليشيا ليلى نهار وبعد أيام من خروج مسيرة شعبية حاشدة جابت شوارع سيئون رفرفت فيها أعلام الجمهورية في سماء المدينة عاليا احتفاء بالذكرى الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر حاول الانتقالي المدعي أنه صاحب الصوت الشعبي الأعلى في وادي حضر موت حجد أنصاره للتحريض مجددا من باب رد الفعل لا أكثر وعلى نفس الوتيرة تحاول الميليشيا إلصاق تهمة وشماعة الإخوان بقوات الجيش في وادي حضر موت تلك التهمة التي يستدعيها الانتقالي ويجري من خلالها شيطنة كل من يقف في وجه أجنداته تصيد الانتقالي في المحافظات الشرقية عامة وفي وادي حضر موت خاصة يتزامن مع خلافات عميقة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المشكل من السعودية والإمارات عاقب أحداث شبوى الأخيرة تكشف الوقاع والأحداث يوما بعد آخر الوجه الحقيقي لميليشيا الانتقالي ومشارع أبو ظبي الهادفة إلى جر حضر موت إلى أتون الفوضى والصراع والرهان على أبناء المحافظة في إفشال المخططات المستهدفة لحاضرهم ومستقبلهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة